وسامي أبو علي جماعة بيعمل أرقام خيالية مبدئياً كده اشتبقى فاهم يعني اشتبقى عادف يعني مفيش مهاجم أجنبي وصل للرقم 18 ده 18 هدف 18 هدف إلا وسامي أبو علي ومعه وليد أزار يعني هو وسامي النهاردة عادل رقم وليد أزار وسامي ليست فاضل له أربع مباريات هيبقى أهم أو هداف المهاجمين الأجانب في تاريخ كرة القدم المصرية في الدولة المصر يعني في موسم واحد الراجل ده نضمي إمتى؟ في يناير مش من أول الموسم انت متخيل لو من أول الموسم تبقى أرقامه عاملة إزاي؟ أنا النهاردة بهزار يعني كتبت على السوشيل ميديا بهزار عشان عارف الناس تمسك في الكلام يعني كتبت على السوشيل ميديا هالند هالند ده هالند الأرقام الغريبة دي ما بيعملها شغل هالند وفي الموسم الأول ما عامتش استرسي تعال أقول لك شيئا أرقام خطيرة من أسايا أبو علي أسايا أبو علي عدل الرقم التاريخي اللي هو وليد أزارو كأفضل هداف أجنابي في موسم واحد بالدولة المصر بعد تسجيله 18 هدف في موسم 2017-2018 ولسه فضل أربع مباراة أسايا أبو علي سجل أهدافه 18 خلال 18 لقاء 100% نجاح 100% نجاح أزارو بقى سجل نفس العدد من الأهداف ده فأدي إيه؟ في 30 مباراة 30 مباراة وسايا وعلي تقطع أمادو بلابيو اللي سجل 17 هدف مع الأهل في 24 لقاء موسم 2006-2007 جاي يكسر كل حاجة وسام وأسماع عظيمة وتاريخية في النادي الأهلي اللي بعده بص يا سيدي اللي عب 18 مباراة مسجل 8 هدف 18 هدف في 18 مباراة مش بس كده ده صنع 4 كمان يعني هو مسام في 22 هدف طيب بص بقى الرقم ده وقف عنده كتير المعدل اللي فوق ده بيقول إيه؟ بيقول إن هو بيسجل هدف كل المباراة لا ده بيسجل هدف كل 71 دقيقة عشان مش كل المباراة من سبب ما جيل عباة كاملة سواء خرج أو ما بدأش 71 دقيقة هدف كل 71 دقيقة أنا بسجل لكم هدف جامد لبعض طيب كل المباراة عنده تزددتين ونص تقريبا ده المعدل يعني تعال بقى بص على دي من داخل منطقة الجزاء بسجل بسجل كتير بسجل 14 هدف من خارج منطقة الجزاء بسجل 4 أهداف أهداف بالرأس بسجل هدف برضو أنا ايه؟ هتلاقي عندي كل حاجة بالقدم اليسر تلاقي هدفين بالقدم اليمنى هتلاقي 15 بضربات الجزاء هتلاقي اتنين خش وخد اللي انت عايزه ده غير طبعا الدربات السبت جبتوه من ايه؟ أنا بقولي النادي الأهلي جبتوه من ايه؟ يا أخي تسلم العين اللي شافته تسلم العين اللي اخترته تسلم العين اللي فوضته تسلم العين اللي عرفت تتعاقد معاه أنا بحب الهدايا دي الحلوة دي في الدور المصري أحب اللعب اللي يجنأ أجنابي مش لعب مصري يبقى إضافة يحل المنتج يخلي الشكل حلو وسام مش بس خلى شكل المنتج حلو لا وسام لو النادي الأهلي وسام ياخد نسبة من فوز الأهلي بالدور السنادي فعلى الأقل 50% على الأهل والبقى متوزعة كل على الأقل 50% تعري في عين لعب خمس مباراة متتالية بياخد أفضل لعب في المباراة؟ خمس مباراة متتالية؟ عارفاك أن فيش لعب في الدور المصري عملها خمس مرات متتالية خمس مرات متتالية مؤثر خمس مرات متتالية هو اللي بيسجل وبيكسب في لقيته استثنائي أنا على فكرة النهار ده أنا بفرج على وسام أبو علي عمال أقول إزاي الأهل هيقدر يحافظ على وسام أبو علي هتقول لي هيحافظ طبعا أنت مش راجع عليها دلاتي هتوح مسرخ في الوشي تقول لي لأ تعايزه يمشي وليه بالعكس ده لسه بقول لك هو أنا عايزه يفضل في الدولة المصر حد ما يعتزل ومع النادي الأهل عادي أنا بقول لك اللي زي دول بيتخطف تخطف في أوروبا وفي الخليج وبفلوس كتيرة جدا تستغربش أرقام خيالية ممكن تسمعها في المستقبل القريب أو البعيد في وسام أبو علي يعني أخد بالك واحد زي وسام أبو علي ده يكسر عادي لعشرة مليون دولار هتقول لي بتبالغ هقول لك اسمع مني الأيام جاية هي يكسر عشرة مليون دولار عادي جد فهدية لو سألتنا عن أمنيتي على أقل أتمنى أنه يكمل موسم كمان في الدولة المصرية والنادي اللي حب أفرج على العب زي ده في الدولة بتاعنا إحساسي هيتعامل علي دوشة كبيرة ده سمعت النهاردة سفيان رحيمي نجم الكبير لعب المغرب الرائع جدا سمعت أرقام 40 و50 مليون دولار سفيان رحيمي عامل موسم استثناء الموسم الماضي معادي الأماراتي موسم خرافي ومع المنتخب الأولمبي ومع المنتخب الأول ومع فرقائي كل حاجة وفي دورة أبطال أسيا فلو بالمقارنة آه هو سفيان رحيمي عظيم فيش خلاف بس أقول لي كده وسامة وعلي إيه ليه عن سفيان رحيمي نقصه إيه نقصه مثلا ما يسجلش برجله اليمين بيسجل باليمين بالشمال بيسجل بالشمال بالرأس بيسجل بالرأس ضربات سابتة بيسجل ضربات سابت ضربات سابتة من ناحية الشمال بيسجلها من ناحية الشمال من ناحية اليمين بيسجلها من ناحية اليمين ضربات جزاء بيشوت ضربات جزاء إيه اللي نقصه سامة أبو علي معدله في تسجيل الأهداف ده معدل بيعمله هالند دي بقى مش ببالغ فيها مع الفارق طبعا في المسابقات هنا وهنا بس المعدل ده ده بتاع هالند اللي أنا بسجل أكتر من المباراة اللي بشارك فيها أو بساهم بأهداف أكتر من المباراة اللي بشارك فيها راجل ده مساهم في 22 هدف في 18 مشاركة في كده